في الاول كده لو انت اصغر من 16 سنة بلاش تتفرج واخد لك لفها في القناة بيبدأ في المنف عالم الجن وفي العالم ده كانت اميرة الجن متعلقة بعالم البشر جدا لحد ما في يوم هربت للعالم ده واول ما خرجت اتعمت بسبب اشعة الشمس وجلع فقدان زاكرة والاميرة نست كل حاجة حتى المكان اللي جات منه لحد ما في الاخر ماتت ومع كده فاضل ابوها الملك ملك الجن عنده امال انها ترجع من تاني حتى لو في جسم تاني وهيفضل مستنيها لحد اليوم ده ودي بقى هي اوفيليا وامها كارمين اللي كانت حامل ولما نزلت من العربية راحت اوفيليا ولقىت حجر غريب فقامت واخدها لعند التمثال ده وحطته مكانه علشان تخرج حشرة منه فتندق لها الامة علشان يمشوا بس تقول لها انها شافت جنية لكن امها ما صدقتش ودي بقى ملجوزة من قائد الحملة اللي بيحتل اسبانيا وكمان حامل منه بعد موت زجال اوليني واللي بيكون ابو اوفيليا ولكن دول لما انطلقوا راحت وراهم الحشرة والحد ما وصلوا لعند المعذكر وده هو القائد زوج كارمين واللي طلب منها ما تتعبش نفسها ابدا وتقعد على الكرسي المتحرك علشان صحت الطفل ولما جات تسلم عليه البنت عاملها بطريقة وحشة وكان الواضح انه مش بيحبها وده هي بقى مرسيدس الخادمة وهنا البنت تلاحظ وجود الحشرة من تاني وفضلت تجري وراها لجوة الغابة لحد ما وصلت لعند مدخل المتاهة الغريب والمرعب فجأت مرسيدس تندهى عليها وقالت لها انها متاهة قديمة موجودة من زمان ولكن القائد كان عاوز مرسيدس وتقول لها ابوكي عاوزنا فتقول لها البنت انها مش ابوها اصلا ابوها مات من زمان وبرضو الحشرة موجودة لسه وهنا بقى القائد كان عمال بيخطط للقضاء على القوات اللي هم الاهالي اللي بيقوموا وطلب من مرسيدس اللي اتندهى للدكتور واللي كان موجود عند الام اللي كانت صحتها في النازل وامريح مع مرسيدس وبارة تطلب منه والمساعدة للشخص بتقول ان رجله مصابة جدا فادلها علاج ليه وماشى والبنت هنا كانت شايفة وسامعة كل حاجة وتروح بعدها لعند امها بس المكان كان مخيف جدا ومليان بالاصوات المرعبة بس تقوله الام ده ريح بس وبعدها تنام لحد ما وصلت الحشرة من تاني اللي عند الشباك وفي نفس الوقت راح الدكتور للقائد واللي كان عمال يقول ابني عامل ايه فقاله الدكتور كويس لحد دلوقت بس ما كانش له لزوم سفر الزوجة لحد هنا بصحتها دي فعرف ان هو عاوز ابني يتولد في المكان اللي هو موجود فيه وطلع بعدها لعند الجنود واللي لقوا شخصين في الغابة وفكاروا انهم من قوات المقاومة بس فضل يقولوله انهم كانوا عمالين بيستدوا الارانب ولكن ده ما صدقش كلامهم وقتل الابن وبعدها الاب بدون اي رحمة لكن بعدها يكتشف ان فعليا فيه ارانب موجودة في الشنطة علشان نعرف هنا بقى ان القائد ده مش عادل ابدا وكمان ظالم ومش بيفرق معاه الدم اما هنا تقوم اوفيليا من النوم على اسوات مرعبة وتلاقي بقى ان فيه حاجة عمالا بتتحرك في الظلمة وكانت خايفة منها لحد ما ظهرت الحشرة من تاني وقربت لعندها فسألتها انت جنية وتقوم ووريها صورة الجنية وتقولها دي هي فتقوم تحول الحشرة فعليا لنفس الشكل اللي كان موجود في الصورة وتطلب منها بقى انها تروح معاها لعند المتاهى المرعبة وفضلت ماشي وراها لجوه لحد ما وصلت لقلب المتاهى تحديدا عند مدخل للعالم السفلي وفضلت بقى تنزل لتحت لحد ما وصلت للقاع واللي كان مكان فاضي فيه حجر غريب فيظهر مخلوق اغرب وفضل يقول لها ما تخفيش وورها بقى جنيات كتير ويقول لها ان هو اله الغنم خادمك يا اميرة اوانا ويقول لها ان ابوها هو مالك العالم السفلي بس تقول له ان ابوها مات ولكن قال لها لا اهلك مش بشر وفي علامة على كتفك الشمال علامة الهلال بتأكد كلامي والمالك طلب مننا نفتح بوابات في جميع انحاء العالم علشان تقدر ترجعي من تاني ودي هي اخر بوابة بس لازم الاول نتأكد من روحك وانك مش فانية زي البشر وعلشان نتأكد فيه ثلاث مهمات لازم تعمليهم من البداية علشان نتأكد وافتحي بقى الكتاب دا لوحدك علشان تعرفي المطلوب منك ودي ما تلاقيش اي حاجة فيه والوحش اختفى خالص وبعدها القايد قال لي مرسيدس تاخد الارانب علشان تطبخهم على عشا في العزومة اللي هو كان عاملها فراحت بعدها للمطبخ وكلهم كانوا عمالين بيقولوا عليه انه هو متعجرف وكمان بيكرهوه اما الام فتدي البنتها اوفيليا فستان وتقول لها تلبسه في الحفلة بتاعة الليلة وكمان تقول لها انها لما كانت في سنها كان نفسها قوي انها تلبس فستان زي دا فتقوم دخل الحمام علشان تفتح الكتاب لوحدها وفعليا بدأ الكلام يظهر من تاني في قلب الكتاب وتعرف منه بقى المطلوب وده غير انها تلاقي العلمة فعليا موجودة على كتفها وتقول بقى انها اميرة فامت رايحة مع مرسيدس علشان يحلب البقر وتقول لها انت مؤمنة بالجنيات وحكت لها على اللي هي شفته في المتاهة لكن تفكر مرسيدس انها عمالة بتهزر ولقائد بقى ياخدها معاه للمغزن وياخد منها المفتاح علشان يتأكد ان مفتاح المغزن موجود معاه هو بس ولكن يشوف دخن في الغابة ويعرف انهم المقامة على طول امر يحلي عندهم وفي نفس الوقت عمت رايحة البنت الغابة علشان تنفذ اول مهمة لها واللي كانت عن طريق غصن شجرة قديم وضخم ولازم تحط بقى الاحجار دي في بطن الضفد على العملاق علشان تقدر انها تاخد المفتاح الدهبي منه فسابت الفستان برا علشان ما يتوسخش وداخلت له جوه ولكن الجو كان ريح ودي فاضلت تزحف جوه المكان المرعب اللي كان مليان حشرات وفي نفس الوقت واصلوه لعند النار بس ملقوش اي حد ولكن لقو علاج وعرف انهم عمالين بيرقبوه وفضل يقول تعال خدوا العلاج بتاعكم بس محدش ظهر له وعلطوا الراجع من تاني وهنا بقى كانت المقاومة اما البنت كملت ماشي في الطين لحد ما لقت الضفد على العملاق واقف وراها فتقوله انها الاميرة موانة ومش خايفة منه فياكل الحشرة من على وشها ودي بقى تلاقي حشرة في ايديها وبتعمل زي الحجر علشان يبلعها مع الاحجار فيطلع جسم المقازز ده من جسمه زي مش فاهم علشان تاخد المفتاح الدهبي وبسرعة متطلع البرة ولقت ان الفستان متغرق في الطين والمطر يزيد الطين بلا وبعدها يوصل للمعازم خلاص والام ما كانتش يلاقي اوفيليا فتقوم رايحة مرسيدس في الدره علشان تتواصل مع المقاومة باشارة الضوء حد ما لقت ان اوفيليا جاية هو كمان متوسخ بالطين وكمان لأم تضيق جدا وتقول لها هتنام الليلة من غير اي عشا وخيبت املي وامل والدك بعدها توصل الجنية وتقول لها بقى انها جابت المفتاح وتقوم رايحة معها لعند المتاهة علشان تروح وتقابل ابو غنم من تاني واللي كان مبسوط جدا انها جابت المفتاح وقال لها خليه معاك علشان هتحتاجي بعد كده وتفضل بقى مهمتين ولازم تكمليهم قبل اكتمال القمر علشان تكون الاميرة فتقول له اسداك ازاي فقال لها وايه اللي هيخليني اجزب عليكي اما القائد فيروح للمغزن علشان يوزع الاكل على المواطنين الغلابة وتروح البنت للحمام وتفتح الكتاب من تاني ولكن المرة دي تلاقي دم ولما خرجت لقيت ان امها تعبنة جدا فتقوم نتها بسرعة للقائد وبعدها الدكتور يقول له ان لازم البنت تنام في مكان تاني علشان الام تعبنة جدا فتسأل مرسيدس وتقول لها انت بيتساعد المقاومة بس مش هقول لها اي حد علشان مش عايزك تتأذي ودي تقوم رايحة بعدها وتطلع على الحاجات اللي كانت مخبياها وكان في حد كان الدكتور ويروحوا هما الاتنين لعند المقاومة ويقولوا الدكتور لو اي حد عرف هنموت وده بقى هو بيدرو اخوها زعيم المقاومة وراح ابو غنم العند البنت وقال لها منافستيش المهمة فتقول له ان امها كانت تعبنة جدا فيديها جدر سحري ويقول له هتحطه في اللبن وتسيبه تحت السرير الام مع نقطتين من الدم ويرلنجيزي علشان القمر اعرب ان هو يكتمل وخلي الجنيات دي تساعدك وإياكي إياكي تاكل من الأكل اللي موجود في المكان اللي انت هتروحيه وحياتك تعتمد على كده اما دول وصلوا خلاص لكهف المقاومة ووزعت عليهم بقى الحاجات اللي كانت سرقاها من المغزن والشاب ده كان عمال بيقرأ الجرايد ولكن عمال بي تهتر والمشكلة ان رجله مفيش امل منها ولازم دلوقت انها تتقطع اما البنت فتحت الكتاب علشان تعرف المهمة وبالتبشير اللي اخدته من ابو غنمة ترسم باب سحري والجنيات هدل لها على الباقي ولازم بقى ترجع قبل ما تخلص الساعة الرملية والمكان كان مخيف جدا فاضلت تمشي لحد ما وصلت لعند المائدة اللي كانت مليانة بالاكل وهنا كان موجود وحش مراد عيونه موجودة في الطبق وكان واضح انه عمال بيأكل الاطفال من الصور دي والظاهر ان هي مش اول بنت توصل لهنا فطلعت الجنيات وشورلها على المكان اللي مطلوب تفتحه بس تقرر انها تفتح السندوق التاني وفعليا لقت فيه الخنجر الدهبي ولما جات تمشي ضعفت قدام الاكل وحاولت الجنيات انها تمنعها كتير بس يبدون اي فايدة هو اكلت علشان بقى يفوء الوحش المرعب وياخد عيونه في كاف ايديه وتحاول برضو جنيات من تاني انها تمنعه بس اكل الاتنين وفضلت البنت تجري بس كان فات الاوان والوحش كان جاي خلاص فطلعت ورسمت باب فوق وقدرت انها تطلع منه قبل وصوله وبعدها مارسيدس تدي نسخة من مفتاح المغزن لاخوها بيدرو وتروح اوفيليا وتحط الجدر في اللبن على طول بقدب فيه الروح وفضل يتحرك زي الام بالزبط كأنهم هما الاتنين تواصلوا مع بعض وتقوم حتى اضحت سرارها مع نقطتين من الدم ولكن وصل الدكتور وقال للقائد ان صحتها عملة بتتحسن جدا عن الاول فما قيله القائد لو انت مضطر ان انت تختار حد تنقذه فاختار ابني وسيبك منها وده يسمع صوت انفجار ولما راح لهناك لا ان قطر متفجر بس يلاقي ان المقاومة اللي فجرته ما اخدتش اي حاجة من هنا خالص كأنهم كانوا عمالين بيغفلوهم عن حاجة تانية وفعليا حصل انفجار عند المعسكر وكانت المقاومة عملة بتهجي مع المعسكر واخدت كل المؤن اللي كانت موجودة في المغزن وده لا ان القفل كان مفتوح مش مكسور وده معناه ان في حد معاه المفتاح لحد ما خلصوا عن اللي كانوا موجودين وقدروا انهم يلاقوا واحد لسا حي وده كان هو الشاب اللي عمال بيتاهته ولما عرفت مارسيدس انهم مساكوا حد اما تريحة لهناك بسرعة ولما وصل القائد قالت له انها عوزة تاخد حاجة من المغزن والحاجة اللي كانت مارسيدس متعودة عليها انها لما كانت بتخلص الشغل بتاعها دايما في المطبخ كانت بتعيني السكينة بتاعتها في هدومها اما القائد فقال له لو قدرت انك تعد الحد ثلاثة من غير ما اتهتها هنسيبك تمشي فحاول يعده فعليا عد الحد اثنين وما قدرش انه هو يقول ثلاثة للأسف وعلى طول ضربه بالشاكوش ووصل بقى ابو غنمال عند البنت فتعرفه ان الجنيات تاكلت والجنيات الاخيرة تقول له على حصل وتعصب جدا انها اكلت من الفواكه مع انه قال لها ما تاكلش ابدا وقال لها خلاص معتش تنفع تكون الاميرة هتفضلي زي البشر وتموت زي البشر وفي تاني يوم القائد جاب الدكتور وقال له علي جرهينا المصابة بس يلاقي ان موجود مع الدكتور نفس العلاج اللي كان لقاها عند المقاومة وهنا المصاب طلب من الدكتور ان هو يريحه ويقتله ادلحه ان اتموزه اما ده بقى فام رايح فعليا وشاف نفس العلاج وتاكد من كده فطلع لعند البنت وسحبها من تحت السرير ولقى الجدر بقى الغريب وفاضل يزعق لها علشان تفكرها باز بسبب القصص والخرافات اللي هي عملت بتقرأها فتدفع عنها الام الحد ما قال لها شوفي بنتك كانت حطها ايه تحت السرير ولما حكت للام ما صدقتش ايه كلمة منها وترمي بقى الجدر في النار وده فاضل يسرخ ويتعذب في النار والام كمان فاضلت تتعذب معاه القائد لها ان الدكتور قاتل للرهينة وقال له انت ما سمعتش كلامي ولما جاي يمشي خلص عليه وعرف ان كارمين بتولد لكن للأسف ماتت بعد ما جابت لولد ودفنوها وسبب الطفل معاه في المقر بتاعه او في الغرفة بتاعته وسأل مارسيديس عن الدكتور وبدأ يحقق معاها وقال لها انا عاوزك تروحي جيبي لي حاجة من المغزن ولما جات تمشي قال لها ما نستش اي حاجة المفتاح مش المفروض ان دي هي النسخة الوحيدة وموجودة معايا انا بس لكن لقيت ان افلي المغزن كان مفتوح مش مكسور بس هنعديها واخدي بالك فقامت رايحة بسرعة في الدكتور وعرفت اوفيليا انها هتهرب بس البنت فاضلت تقول لها انا هاجي معاك لحد ما هربوا سواء هما الاتنين ولكن للأسف كانوا موجودين وراهم تنحبس البنت في الغرفة اما مارسيديس يبدأ التحقيق معاها وقال لها عاوز كل الاسامي وطلب ان هو يكون لوحده ودي تقول له انا قدرت اكون بينكم من غير ما تحسوا فقام رايح لعنده ادوات التعذيب ولما كان عمال بيتكلم طلعت السكينة وفكت نفسها وبسرعة طعنته في ظاهره وكمان في سيدره وعملت له عاها مستديمة في وشه وبسرعة خرجت لبرة حد ما خرج القائد وقال وراها طعلت الفضل وبيت ارضوها وسط الغابة لحد ما يدر ان هما يحصروها وفاجأ كذا بدأ اطلاق النرة عليهم ودي كانت هي المقاومة بدأ الهجوم لحد ما يدروا ان هما يخلصوا على كل الجنود ويظهر بقى بعدها اخوها اندرو وفي نفس الوقت جاءت الجنية من تاني لعند البنت وكمان ابو غنمة وقال لا انا هديك فرصة تانية وقال لها كمان وعديني انك هتعمل كل اللي اقولك عليه من غير اي اسئلة هنا بدأ الشك بيقول لها اجيب اخوها الصغير لعند المدخل من تاني لما سألته ليه قال لها من غير اي سؤال فتعرفوا ان الباب مقفول ويقومت ديها تبشيرة بترسم اي باب سحري وهنا القائد كان عمال بيخيط في وشه وفي نفس الوقت البنت راحت لهناك علشان تاخد الطفل فوصل جندي وقال له على الهجوم اللي حصل اما البنت فقامت طلع بسرعة وحطت المخدر فعصيره التفاح بتاع القائد ولما راح لعند المساعد المصاب قال له انهم كانوا كتير وان ما عادش فاضل الجنود عندنا بسرعة البنت اخدت اخوها وده جاي يشرب عصيره التفاح وبعد ما شربه شاف البنت وراه وقال لها تسيبه ولكن بدأ يحس بالدوخة فمسك السلاح وبسرعة البنت هربت وهو امريح وراها وكان الهجوم بيتم على المعسكر خلاص ووصلت بقى مرسيدس وملاياتش البنت واللي فاضلت تجري الجوة الغابة لحد ما دخلت لجوة المتاهة وكان نهاية الطريق مسدود فان فتح لها باب سحري بعدها ينسد من تاني اما القائد فاضل يلف في المكان اما ابو غانمة قال لها برافو عليكي خلاص القمر اكتمل وهاتي الطفل وده كان موجود معاها خانجر ولما سائلته قال لها عاوزين منه بس قطر الدم نقية ولكن دي بقى ترفض ان هي الضحي بقوها وقال لها كده انت بتتخلي عن العرش ولما وصل القائد لقاها عمال بتتكلم مع نفسها بس ابو غانمة كان موجود قدامها وعمال بيتكلم معاها ومحدش بيشوفه غير البنت بس فاخد منها الطفل وقبل ما يمشي خلص عليها اطلق عليها النار ولكن لما طالع لبرا لقى المقاومة في وشه فيسيب لها الطفل ويقول لها اعرفيه لما يكبر الساعة اللي مات فيه والده وكل حاجة عني فتقوله ان هو مش يعرف عنك اي حاجة ابدا وخلصوا عليه بسرعة دخل الجوه المتاهة ولو البنت خلاص راحت فيها وده ما فضل ينقض تحت لعند البوابة وفجأة كده تلاقي نفسها في عالم تاني والملك كان عمال بيقول لها ام يا بنتي ده حتى وما كانت موجودة مع اخوها الصغير وكان واضح انهم عملوا اختبار علشان يشوفوا هتتخلى عن اخوها ولا لا وظهرت الجنيات وكانوا لسه حيين حتى كمان ابو غنمه ورحبوا باب الاميرة في عالمها من تاني ولكن في عالم البشر كانت خلاص مادت بس كده اشتركوا في القناة